خطوات حقيقية لمتابعة ملف التلاعب بملكية العقارات واسترداد المنهوبة منها في البصرة هذا ما أعلنته حكومتها المحلية التي دعت المواطنين في داخل العراق وخارجه للتقدم بطلبات للدوائر المعنية من أجل استرداد أملاكهم بناء على توجيهات القادة العامة القادة المسلحة أوعز السيد محافظ بتشكيل أمر إداري لهذه اللجنة بقيادة العمليات والمحافظة والدوائر السايند هذه الحملة بدأت في البصرة وتستهدف التجاوزات التجارية على الأملاك العامة والخاصة كل من يمتلق أراضي سواء كانت زراعية أو سكنية وأهلها موجودين سواء في داخل العراق أو خارج العراق هذه اللجنة معنية بإزالة هذا التجاوز لذلك هي فرصة أمام الجميع أن يقدموا إلى هذه اللجنة ويتقدموا إلى الدوائر المعنية في البلدية والبلديات في الأقضاء النوعي لغرض استعادة أراضيهم التي اختصبت في فترة ما الحملة التي تنفذها فرق البلدية ودوائر التسجيل العقاري بحماية وحدات من الجيش والشرطة تؤكد قيادة عمليات البصرة إنها تصب في إطار فرض هيبة الدولة بعيدا عن الضغوط والممارسات غير الشرعية شكرت لجنة لمتابعة زراع التجاوزات في محافظة البصرة موضوع التجاوزات وموضوع فني ستقوم بالدوائر الخدمية لمحافظة البصرة القطاعات الأمنية واجبها حماية موظفي الدولة وآليات الدولة خطوات الحكومة لحسم هذا الملف يراها زعماء في المكون المسيحي صعبة التطبيق كونها تتعلق بجهات عدة بعضها يمتلك السلاح والنفوذ مفروض تعاون من قبل القضاء العراقي يعني كثير من العقارات محتلة حاليا في البصرة والعمارة بسبب لا مبالاة يعني يا أما ترهيب أو تخويف أو إضاعة السندات الأصلية وعدم السماح لصاحب الشأن بالوصول إلى السند في بغداد وشهد العراق خلال العقدين الأخيرين عمليات تزوير واسعة لعقارات تابعة للدولة وأخرى لمواطنين وخصوصا من أبناء الأقليات الدينية وتحاول الحكومة المركزية الحالية حسم هذا الملف عبر إجراءات قانونية وتنفيذية آخرها الحملة التي أطلقتها مؤخرا في جميع المحافظات لإزالة التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة يرى مراقبون أن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على محاسبة جميع المتجاوزين دون استثناء نجاح العابد الحرة البصرة